اشتركوا في القناة تدفعنا للابتكار وتشبرنا على الابتكار وتؤكد على منظرية الابتكار من اندثار العناصر الرئيسية في هذا العصر مجموعة معينة من الأمور اللي جاءت في نفس الوقت مدفوعة غالبيتها بالتكنولوجيا لكن جزء كبير منها ايضا مدفوع بممارسات متغيرة توقعات متغيرة تغيرات ديمغرافية في كتير من المتغيرات اللي كونت هذا العصر خلينا نبلش في أول واحد من العناصر أول عنصر من هذه العناصر بدنا نسميه عنصر المعرفة للجميع المعرفة الآن أصبحت متوفرة للجميع في السابق لما نتكلم قبل 15 سنة 20 سنة المعرفة لم تكن متوفرة للجميع بل بالواقع كان المعرفة عن موضوع المؤسسات الحكومية عن الأداء الحكومي جودة التعليم جودة الصحة أي نوع من أنواع المعرفة سهولة ممارسة الأعمال هذه المعلومات كان مصدرها واحد هو المصدر الرسمي الحكومي ينزل في الجريدة الرسمية أو في التلفزيون الرسمي وكان مصدر هذه المعلومات واحد والمعلومة مقننة ومدارة بشكل صحيح الآن هذه المعلومات مصدرها متعددة فهناك معلومات بتصدر عن مصادر رسمية وبتم تناقلها ممكن نبحث عن معلومات معينة عن طريق الإنترنت ونشوف موضوع ونعمل جوجل على أي موضوع ممكن نقارن أداء مؤسساتنا بمؤسسات أخرى عن طريق مقارنات معيرية موجودة في الإنترنت وعن طريق الاستخدام ويكيبيديا وما غيرها وممكن ننقل معلومات بشكل سريع أيضا عن طريق إعلام التشاركي فما يحدث الآن في مكان معين ممكن ننتقل بثواني عن طريق فيسبوك وتويتر وينتقل بشكل سريع فالمعرفة أصبحت متوفرة للجميع عن أي موضوع وتنتقل بشكل سريع ولحظي لكل المجتمع هذا عصر جديد بشكل تحدي كبير لأنه دائما المعرفة وجودها للجميع مو شيء زي مية في المية أحيانا بتكون المعرفة فيها نقص أحيانا بيكون فيه تحديات معينة أحيانا بيكون المعلومات منقوصة فمش بتدوره دائما وجود هاي المعلومات وتنقلها بشكل سريع شيء مفيد لكن هذا واقع هذا واقع عايشينه وهذا واقع لازم نتعامل معه وهذا واقع بشكل ضغط على الحكومات كيف تتعامل مع عصر المعرفة موجودة للجميع متوفرة للجميع ولحظية بتنتشر مخالف لكل ما هو مبني عليه لنظام العمل الحكومي التقليدي من ناحية التعامل مع المعلومات والمعرفة ونقلها العنصر الثاني العنصر الأول كان عنصر معرفة للجميع العنصر الثاني عنصر المقارنات المستمرة دائما كنا نسمع أن هذه الدولة أحسن من هذه الدولة ولكن لم يكن هناك ضغط دولي مستمر على حكومات العالم لتطور من عملها لكن في آخر 15 إلى 20 سنة شوفوا كمية التقارير اللي ابتدأت تصدر الآن وتقارن دولة بكل الدول الأخرى من العالم في كل نواحي العمل الحكومي صحة تعليم جودة البنية التحتية جودة الاتصالات سهولة ممارسة الأعمال التنافسية كل هذه النواحي الآن تقارن سنويا فلم يعد يكفي أن الحكومة تقول للشعب أن التعليم جيد لأنه سيطلع تقارير بنهاية العام يقول في مستوى هذه الدولة مستوى التعليم يقع في 85 من ترتيب 150 دولة هذا ضغط مستمر وسنويا ومن مؤسسات دولية وتتابع كل نواحي العمل الحكومي هذا عنصر مهم جدا في المستقبل للحكومات ما اعتدت عليه في السابق أن يكون الحكم ونقياس النتائج بيأتي من الخارج تخيلوا هذا العنصر لما يندمج مع عنصر المعرفة للجميع وفي عنصر ثالث الآن بدنا نتكلم عنه اللي هو التوقعات توقعات المتعاملين توقعاتنا كمواطنين في السابق قال مقبول جدا نكون موجودين في طابور حكومي ونصف لفترة طويلة في الطابور الحكومي لنحصل على معاملة معينة ويمكن الإجابة كانت أنه يرجعوا بعد أسبوعين الآن توقعات المتعاملين بعد ما بناها القطاع الخاص بعد ما صال القطاع الخاص يوفر خدمات أنية يحل المشاكل بمشاكل لحظية البنوك تحورت للاتم ماشينز اللي تحصل الأموال بشكل سريع الطلبات الشراء ممكن أن واحد يطلب أي شيء ويوصل على البيت بشكل سريع هذا العصر اللي صننا نتوقع كل شيء بمستوى لحظي نحصل المعلومة الآن نحصل الطلب الآن عايزين نحل مشكلتنا الآن هذا عصر لحظي وصارت توقعات العملاء وتوقعات المواطنين ليس فيها صبر ورغبة في الصبر على الحصول للمعلومات ولا الحصول للخدمات صار فيه توقعات وصلنا لو دخلنا في عصر أريده الآن تخيلوا لما يجتمع هذا العصر توقعات العملاء والمواطنين تريد كل شيء الآن ومتوفر لديهم معرفة للجميع ويشاركوا فيها لحظيا سواء كانت خاطئة أو صحيحة وفيه مقارنات خارجية دولية خلينا ندمج معاهم عنصر رابع اللي هو عنصر الجوال الهاتف الجوال في السابق في السنوات الماضية في الخمسة عشر السنة الماضية كنا نتكلم عن الحكومة الإلكترونية كنا نتكلم على التسوق الإلكتروني وكان الأساس في كل النقل لهاي نقلة المجتمع والحكومات لتكنولوجيا المعلومات كان الأساس هو الكمبيوتر كان الأساس هو الكمبيوتر النقال أو الكمبيوتر اللي موجود في البيت لكن اللي حصل في تلك السنوات أنه نفاذ الكمبيوتر ودخوله لمجتمعاتنا لم يتجاوز التلاتين في المية في أحسن الدول يعني فقط 30% من المجتمع كان يملكون الكمبيوتر أو يستخدموه في أحسن الدول فبالتالي الحكومات الإلكترونية لم تغير حياتنا بشكل ثوري لأنه في 70% من الشعب والمتعاملين 70% من العملاء في القطاع الخاص لا يتعاملوا مع الكمبيوتر فبالتالي كلهم يتعاملوا بالأساليب التقليدية اللي حصل الآن واللي سيحصل في العشر سنوات القادمة نفاذ الهاتف الجوال والهاتف الذكي يقارب 100% في بعض المجتمعات وغالبية المجتمعات العربية يعني 100% يعني تقريبا كل شخص في مجتمعنا يملك هاتف جوال أو هاتف ذكي الآن ماذا أنه 100% من المواطنين والمتعاملين صار يملكوا هاي التكنولوجيا فبالتالي لو قدمنا خدمات حكومية عن طريق الجوال أو قدمنا خدمات تجارية عن طريق الجوال للبيع والشراء لدينا ولوج ووصول لكافة أفراد المجتمع هذا نقل كبير من ناحية إمكانية استخدام التكنولوجيا وهذا أكبر شيء حيكون مؤثر ومحدد في المستقبل كيف الحكومات تتعامل مع مواطنين هنتكلم الآن عن حكومة الجوال الحكومة النقالة ولا نتكلم عن حكومة الإلكترونية بعد ذلك